السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا ادى قوية لمعالجات الكيرين. زي ما انتم شوفين كده معنا جهاز مية عشرة عليه حساب جوجل وده من معالجات الكيرين اللي هو ستمية تسعة وخمسين. وطبعا الموديل مكتوب على ظهر الجهاز تقدر تعرف بتاعه من خلال تكتب الموديل على ظهر الجهاز وجنبه تمام? وتعرف طريقة فك الجهاز زي حتى من جوجل. طبعا احنا من فك بيت الشريحة ومن فك المصمارين لتحت هنا تبتعد السوكت. تمام? لجنب السوكت يعني وبنبدأ نلف داير ميدور كده بضفرك مسلا او بحاجة بلاستيك مسلا وبعد كده بحاجة خفيفة كده تحاول تفك السوكت ده ترفع السوكت ده وتبدأ تشد الفلاتة بتاعة البصمة. تمام? بعد كده بتفك بالشكل ده كده وبتوصل بتاع المية عشرة. الشكل ده كده على تالت نقطة من على الشمال. بتوصل آآ تالت نقطة من على الشمال مع ارضي اهو. هنبدأ زي ما انتم شايفين كده نفصل الجهاز باور. اهو. نفصل الجهاز باور خالص. وبعد كده نبدأ آآ نوصله يقرأ معاك آآ كوم. تمام? اللي هو التعريف يعني. تمام? طبعا لازم تكون مستبت تعريفات وناس كتير بتكلمنا على التعريفات موجودة عندكم في القناة. مكتوب آآ افضل نسخة ويندوز آآ وتثبيت التعريفات موجودة عندكم في القناة. خارطة محمد سوفت. تمام? نضع على تلات اختيار ده. تلات نقطة يعني من دول. وبعد كده مع آآ لمس آآ القطع الغطاء ده. طبعا عشان يعمل ارضي يعني ده الارضي بتاع الجهاز. يعني توصل نقطة مع جسم من المعدن عشان يقرأ معاك آآ بالشكل ده. وانت تجيب التعريفات كده عشان نشوف الجهاز هي قرأ معنا زي ما احنا متعودين كل مرة عشان نعرف الجهاز ده آآ المعالج بتاعه كرين ولا ميديا تيك. بنعرف من خلال قائمة التعريفات. اهو. كده قرأ معنا جهاز هو اهو. وضع لكم. يبقى احنا كده مسبتين التعريفات صح وقرأ معنا صح. لو ظهر مسلس اصفر يبقى لازم تعرف التعريف بتاع الجهاز. اللي هو تعريفات الكرين. تمام? طبعا معنا اداة حلب تيك هو يعتبر اخر اصدار حتى الان. عشان اي اصدار بعد كده هتلاقي مدفوع. تمام? ده اخر اصدار من الاداة وشغال بشكل عادي. ما فوش اي اخطاء. تمام? طبعا في اقسام كتيرة جدا داخل الاداة وتعريب وشغل عالي جدا تستخدمه من خلال الاداة. زي متشو من كده قسم خاص بالميديا تيك وقسم خاص باجست الهواوي والسامسونج. وكمان عملات كتير هتحبها داخل الاداة. تمام? يعني الاداة دي استخدمها بشغل السوفت وير اهو تستخدمها في السوفت وير في التعريب وفي حاجات كتير داخل الاداة مميزة جدا جدا. تمام? اه طبعا اه بنختار هواوي وكلمة او هواوي وبنختار تست بوينت. طبعا لازم تعمل عشان يظهر معك لكم وبعد كده بتختار التعريف او. تختار المعالج ستمية تسعة وخمسين تو. ده الرقم اللي هنختاره ده المعالج ستمية تسعة وخمسين تو. ده اه رقم اتنين. طبعا في واحد تاني برضو ستمية تسعة وخمسين بس. ده مش هزبط في كل العادة. فخليك ستمية تسعة وخمسين. وبتختار طبعا الموديل اللي موجود على ظهر الجهاز انا شرحته. تمام? وطبعا بتوصله في الحالة دي بتختار اه بيبدأ يتخطى حساب جوجل. زي ما انتم شايفين كده الطريقة سهلة جدا مفيش حاجة صعبة في الشرح. تمام? اه ده المعالج بتاع الجهاز ده. تمام? طبعا زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نضغط على ونضغط تمام? بعد كده زي ما انتم شايفين كده هيقرأ معنا في ثواني. طبعا عندك اختيارين هتختار اللي هو آآ ستمية تسعة وخمسين كرن آآ اتنين. اللي هو اختيار التاني. اختار اولان ده ممكن ما يثبطش معك. فبتختار التاني زي ما اننا اختارته كده عشان يقرأ معك. اهو شايفين? طبعا دعم معالجات كتير معادة السمامة وعشان ده طبعا تجريبي. تمام? عشان الناس تبقى عارفة. بتختار التعريف ده. اللي هو اترقم اتنين ده. آآ بيجي لك علامة دايرة كده 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 بتعمل ضبط مصنع. كده يبقى الجهاز قبل. ما اجاب لكش كده يبقى الجهاز ما قبلش وهتفتح الجهاز هتلاقي عليه حساب جوجل زي ما هو. طبعا دلوقتي بيعمل عملية حسف لحساب جوجل. تمام? من خلال الى دقيقة هو. كده خلص معنا وبيعمل عملية حسف لحساب جوجل. وبعد كان نستاني لحد ما يفتح معنا ونشوف الجهاز حزف فعلا حساب جوجل. تمام? عشان تعرف المعالج ان كان معالج كرين او ان كان كرين رقم مكام بتكتب الموديل المجدوب على ظهر الجهاز هزهر لك الموديل وهتخش على اي موقع هتلاقي المواصفات هتخش جوه هتلاقي مكتوب كرين مسلا سبعمل عشر كرين ستمية تسعة وخمسين زي ده كده. ومن خلال هتستخدم الاداة لو دعم المعالج. يعني لو المعالج موجود زي اداة واحد يقول لي طب في ادوات تانية دعم معالجات كرين هقول لك اداة تمام? اصدار تلاتة واحد واحد واحد. تمام? ده الاصدار اللي هو حتى الان دعم معالجات كرين. طبعا سبعمة وعشرة برضو تجريب عشان الناس تبقى عارف. تمام? بس اداة حلبتك فيه ناس بتحبها اداة كويسة جدا قوية وحلوة كمان في تعريب اجهزة الاندرويد. تمام? وحل المشاكل زي اخطاء التخطي لاجهزة سامسونج. رسالة الخطأ الامان يعني بتتلغيها بدون ما تفلش فلاشة كلها من خلال اداة حلبتك برضو. يعني اداة محترمة جدا. زي ما شايفين كده دعمة كمان قسم زي الواسف الفين الفين ساعتاش هتدار تفلش او تقدر تستخدم عملية تخطي حساب جوجل من خلال اداة حلبتك. تمام? طبعا دعمة اه اجهزة كتير زي ما شايفين كده وشركات كتير تقدر تستخدمها في عملية التخطي اه حساب جوجل. تمام? طبعا قسم تاني برضو زي ما شايفين ديت. اه شاومي. اه طبعا اقسام كتيرة. تقدر تفتح صغيرة المتصفح دي تشوف اي اختيار من الاختيار ده. قسم خاص بالميديا تيك. تخطي حساب جوجل تخطي الباسورد. تخطي اه اه احمد المعالج يعني قسم خاص بالميديا تيك. ده قسم خاص باجهزة اه سامسونج. في وضع الادي بي يعني اي اختيار ممكن تتخطي حساب اه جوجل لاجهزة سامسونج بعض اجهزة سامسونج وكمان تعريبه وكمان اصلاح بعض الاخطاء زي الباس باند لبعض الاجهزة في قسم السامسونج. يعني قسم سامسونج ده تلاقي كزا اختيار منه. دي رتستخدمه في عملية التخطي او عملية اصلاح لمشاكل الهاتف. تمام? فاقسام كتيرة زي ما شوين كده داخل الاداة مميزة جدا. اه في اجهزة الاندرويد. يعني اداة شاملة. طبعا التحديس لو نزل بعد كده هيبقى تحديس مدفوع عشان دلناس تبقى عارفة. دي اسم مدفوع. تمام? اه دعم برضو اجهزة كتير. طبعا اداة حالة بتك معروفة من الادوات اللي هي المعروفة. ومن اقوى الادوات عشان استبقى عارفة. فريق محترم. اه طبعا الاداة زي ما شوين كده عشان تختار الجهاز بتخش على قسم الهواوي شركة هواوي. طبعا عشان ده جهاز ده هواوي. وبتبدأ تخش على اختيار وبتختار الموديل زي ما احنا اخترناه كده اللي هو ستمية تسعة وخمسين تو. تمام? هتقول لي طب ما فيه ستمية تسعة وخمسين قبله. ده لو جربته ما زبطش معك بتجرب اتنين. انا جربته على واحد ما زبطش. جربته على اتنين زبط. تمام? وجربته على تليفونين او تلاتة. قبل كده. تمام? فالاداة دي ترى تستخدمها تغنيك شوية عن لو انت ما عندكش اداوات زي قال لك طول. فتغنيك شوية عن باقي الادوات. طبعا بتقفل الجزء اللي هو بيغطي على البطارية. تمام? عشان نبدأ نقفل الجهاز بتاع الحد ما يفتح معنا ونشوف فعلا تخطى حساب جوجل ولا لأ. يعني انا دلوقتي فني مبتد في مجال وعايز استخدم اداة لمعالجات الكيرين. ممكن استخدم اداة دي تغنيني شوية عن باقي الادوات. طبعا هتقول لي ما الادوات التانية دعم مع معالجات الكيرين. هقول لك اه دعم معالجات الكيرين بس هتبقى اكتر شوية. يعني دعمها سبعمائة وعشرة. طبعا مش موجود في اي اداة غير الادوات المدفوعة زي ما انا قولي. تمام? الفلاتة دي عشان تركبها ما نفعش تلفها. لو لفيتها وقفلت الغطا هتتاني ولو التالت مش تعرف تعدلها تاني. يعني اعتبر كده بوزة. تمام? لازم تعرف عادلة الفلاتة ازاي زي ما انت فاككها وتروح اقفل السوكت. وبالراحة كده بالجفت تمام? بالراحة كده بتزوء السوكت لفوق عشان تبدأ تقفل بتوس على بتاع بلاستيكية كده بتضغط عليها زي افل كده. عشان تمسك الفلاتة. وعشان تفكها برضو نفس الكلام بتفك السوكت اهو. برفعها رفعها بسيطة كده مش بعمل جامد عشان ما اطعش الفلات. ليه? عشان فلاتات دي من غير متوفرة يعني صعب بتلاقيها. تمام? اه ولو لقيتها تبقى غالية. دي فلاتة البصمة. لازم تتأكد اهو. قفلت السوكت تمام? تمام? بقفل من عند الضرائر. وبعد كده ليف دير ميدور. لحد ما يكون قفلت الظهر كويس. اهو. تأكد وضعية البصمة. الفلاتة البصمة ركبة صح. في ناس مبتدين في السوفت ويب بيفك الظهر. ويجي اقفلوا الفلاتة. اتلاقي الفلاتة التلات معهم من جوه. التلات معهم يعني اتطبقت. وتلو اتطبقت خلاص بالسلام. ممفعش تعدلها. يعني ممفعش تفردها كلا. وفلاتها تتقطة وتبوز. تمام? فيركز في الحتة دي. عندما تجي تفك الفلاتة. اعرف تركيب الفلاتة ازاي والضهر لما يتقفل. عشان ما تتقلبش منك. تمام? طبعا الجهاز. هنبدأ نستانى لحد مفتح معنا. تمام? وبعد كده مفوض نقف نقفل الدرج بتاع الشريحة. زي ما احنا فكناها تاني. لازم تركز فك الجهاز. تمام? تفك الدرج الشريح. وبعد كده ايه تفك المصمرين. لو ليه مساملت زي اللي احنا هنركبها دلوقتي. تمام? اهو. ركب مصمرين اللي تحت. اه طبعا ده مئة عشر ليه مصمرين تحت كده. زي الايفون. هنبدأ نفكه اه اثناء فك الظهر. واثناء تركيبها خلاص بيتركب الظهر زي ما انتم شايفين كده. اهو. طبعا معظم شغل فك الحمايات يعني هيخليك يجبرك اللي انت تشتغل في الهاردوير. بمعنى. انا دلوقتي انا مش فيها مفك الجهاز ازاي? بعد كده هتفك يفك الجهاز من خلال جوجل او من اي طريقة زي اللي احنا بنعرفها. تمام? فك الظهر كابس ولا بتفك بمسامل ولا بتفك ازاي مرة عن مرة ايدك هتاخد عن طريق فك الجهاز بعد كده بتفك الجهاز بيدك. بضافرك. يعني عن نفسي بفكت مسلا آآ ضافر يبقى تقول شوية كده مش تقول قوي يعني مش هنربيه. بس يا عشان ايه طبعا تروح معدي ايدك بين الظهر وجسم الجهاز والدائر ما يدور على الظهر للتليفون ويروح فجك معك. تمام? طبعا زي ما تشوفين كده لا ده محترمة جدا واداك وقسك جدا في عمليات تخطي حساب جوجل. اهو ده عمى معالجات اهو. دي المعالجات المدعومة. هتقول لي تب تست دي يعني تجريبي. يعني ممكن نثبت معدد وعدد. اللي هي سبعمائة وعشرة اهو. طبعا هتقطع الوجهة بالشكل ده كده. ونشوف فعلا تخطى اهو. لو قفلت الواي فوي وتخطى الوجهة دي يبقى انت كده فعلا فكيته كمان. تأكيدا تاني يعني على كلامي بعد عملية الفورمات اللي انا ظهر لك الايكونة اللي بتلف دي. دايرة اللي بتكمل زي جانك بتعمل الفورمات يعني زي انا زكرتها. كده انت عملت تخطي. بس انا بأكد تاني اه في الشرح لو برضو. قفلت الواي فاي وعملت تقطي كده يبقى الجهاز كده تتحزف الحساب جوجل نهائي. تمام? طبعا لو عجبك الشرح بتعمل ساشة تعمل الشرح للقناة. واتفعل زر الجرس واعمل شيل لاصحابك عشان غيرك استفاد. وتنساش تدعمه لو عجبك الفيديو. وطبعا الجهاز دلوقتي خلص معنا اهو. وهنبدأ نشوف امكانيات الجهاز قبل منقفل الحلقة. ونشوف فعلا الجهاز آآ الموديل بتاعه ازا ما احنا متعودين كل مرة بنعرف موديل الجهاز. عشان لو معك الجهاز زي ده يبقى انت متطمن انت بتعمل ايه? تمام? هنخش على حول الهاتف. تمام? زي ما انتم شايفين كده ونشوف زي ما انتم شايفين كده ادي المية عشرة. اهو. مية عشرة. اه ودي رقم الموديل. مية عشرة لايت. تمام? انظر التماني. طبعا صغرت الادي بي اللي احنا شرحنا قبل كده ما زبطتش معه. فاضطرينينا نعمله عشان نستبعى يعني صغرت اه تفعيل الادي بي. جربتها ما زبطتش معي. فطبعا يبقى الحل اللي انت تفكي ظهر الجهاز وتعمله نقطتين وان شاء الله هتلاقي فك معنا زي ما احنا شفنا كده في الشرح بضغط الزر واحدة تخطى حساب جوجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركتو.